ما كناش متخيلين ان ده لما يستمر شهر يبقى درد فعل العالم لكن خلينا نفرق ونشوف ايه اللي حصل في الشهر ده في البداية محدش فينا كان متخيل انه يعني الشرع الغربي وخلينا نتكلم عن الشرع الاوروبي على وجه التحديد يتحرك لانه ده كان امالنا قبل امريكا لانه احنا هنا الوضع انساني قبل ما تكون القضية الفلسطينية ازاي انت كبني ادم عايش في الكوكب ده تسمح وتوافق ان حكومتك تكون بتدعم كيان بيعمل الصور اللي انت شايفها دي بيعمل المجازر دي الحقيقة انه الشارع كان رأيه مختلف ليه الشارع كان رأيه مختلف هقول لحضرتك لانه صوتك وصل لما الناس والحقيقة ده هنا انا بفتخر ان انا مصرية الحقيقة ومن البلد اللي قولا وفعلا نصرت القضية الفلسطينية قولا وفعلا انا بفتخر ان انا مصرية وبنتمي للبلد دي لانه احنا من يوم ما ده حصل في غزة ما حدش فينا نايم في بيته اصلا عارف ينام احنا يعني ربنا علم بينا كلنا كمصريين عاملين ازاي بسبب ما يحدث في غزة فمنحاول اللي يقدر انه ينصر هذه القضية حتى لو بقلبه بيعمل ده غير اللي راح يتبرع بدم غير الناس الاطفال حضرتكو لازم تشوفوا الاطفال اللي اول ما ابتدى يبقى فيه مبادرة للاطفال انهم يروحوا ويدعموا ويبعثوا كل ما يملكوا الاطفال اللي بدأوا بالمقاطعة قبل الكبار مين علم العيال الصغيرين دولة فلسطين وغزة والقضية واهميتها ما هي البلد دي اللي تولدنا لقينا عليها كل شبر فيها عارف يعني ايه اوطان نعتز بوطننا وعارفين يعني ايه ناس يجباروا على انهم يتركوا اوطانهم ده ضد كل الاعراف والقوانين الدولية وعليه فكل بني ادم في مصر كل مصري على اختلاف عمره واختلاف وظيفته ما بقاش فيه حد في الشهر اللي فات غير انه شغل والشاغل نسينا كل مشاكلنا كل مشاكلنا اللي كنا بنتكلم عنها واحنا دايما كمصريين حتى نطلع نهزر على مشاكلنا نسينا كل ده شغلنا الشاغل غزة وما يحدث في غزة وكان فيه حالة من الاستفاف وما زالت مستمرة الحقيقة وفخر بالقيادة المصرية السياسية وموقفها الواضح والثابت من اليوم الاول فيما يحدث من ابادة جماعية تجاه هذا الشعب الشقيق مصر الحقيقة قدمت وبتقدم الكثير طول الوقت علشان كده حتى الناس اللي بيحملوا جنسيات مزدوجة تكلموا النهاردة يقولك انا عمري ما هسافر بقى اي باسبور تاني غير الباسبور المصري لانه بلدنا في هذا التوقيت الحقيقة ولو انه توقيت حرج وبكل تأكيد الموقف المصري الثابت والواضح ده سيكلف هذه البلد الكثير لكنه يعني ابرز قيمة يعني ايه مصري يعني ايه مصري بينتمي لهذه البلد الجهود المصرية الكبيرة اللي اتعملت علشان نغير الصورة اللي كانت بتوصلها وسائل الاعلام الغربية للشعوب انا مش هقول لحضراتكو يعني للحكومات جهود كبيرة جدا على المستوى الحكومي ورئيس الدولة وعلى المستوى الشعبي ايضا الناس اخدت على عاطقها انه احنا هنغير الصورة دي هنغيرها لازم تشوفوا الحقيقة لازم الشعوب برا تشوف الحقيقة اللي بتحصل وده حصل والدليل على انه ده حصل ايه المظاهرات بقى اللي خرجت في الشوارع البلد اللي كانت اصلا سبب في نجبة الفلسطينيين بريطانيا شفنا فيها مظاهرة من اكبر المظاهرات بتندد بما يفعله الكيان الصهيوني على ارض فلسطين يعني شيكاغو شفنا كمية مظاهرات في عدة دول الحقيقة صورها هنعرضها لحضراتكم دلوقتي دي صور من المظاهرات اللي كانت في لندن تقريبا الاسبوع اللي فات وبالمناسبة لندن كمان بكرة انتو عارفين يوم السبت ببداية الاجازة عندهم في حديث عن مظاهرة اكبر من دي دي بريطانيا اللي اكيد حضراتكم تابعين موقف الحكومة البريطانية عاملة زي لكن ده الشعب الشعوب وضغط الشعوب سيغير الكثير بكل تأكيد انا بس عايز اقول لحضراتكم ده لندن بريدج زي ما حضراتكم كده شايفين الصورة انه كمل لو انت بتعمل حاجة كملها علشان تدعم القضية دي كملها ارجوكم تكملوا لانه صدقه مواصل وبالتأكيد يعني ده هيكون فارق هكمل مع حضراتكم على مدار الحلقة كل اللي بيحصل في غزة ودي لقطات من المظاهرات في ألمانيا في كل دول العالم الحقيقة شفنا استراليا للمرة الاولى بترفع عالم فلسطين فبكل تأكيد لا الموضوع فارق وكل الاصوات اللي احنا بنحاول نوصلها وبالمناسبة الناس كتير تقولك احنا بنكلم بعض على وسائل التواصل الاجتماعي وبعد وسائل التواصل الاجتماعي اصلا بتحجي بالصور طريقة الحجب دي لها طرق كتير للتغلب عليها واحنا بقينا شطار جدا في الموضوع ده دلوقتي واللي مش عارف يقول يعني اللي عارف يقوله ويوصله ازاي يتغلب على طريقة الحجب دي بفصل الحروف بأشياء كثيرة يعني فارجوكوا تكمله لانه الناس اللي بيبادوا في غزة اللي وضعوهم كل يوم منشوف انه يعني حتى عنوين الاخبار كل يوم نشوف قصف غير مسبوك على غزة هو فيه ابشع من اللي بيحصل كل يوم فيه مجازر ابشع من اللي قبلها لازم اسرائيل تدان ولازم اسرائيل تحاسب العالم ده عشان يتحرك اعتقد انه احنا شفنا على مدار التاريخ شعوب كتير اثرت على حكومتها واثرت على اداء الحكومات تجاه قضايا بعينها